للإعلام دور كبير ومؤثر في المجتمع سواء من الناحية الثقافية أم لتزويد المتابعين بآخر الأخبار كما أن الإعلام يعتبر خير وسيرة للسلطات للتواصل مع مكونات المجتمع والاستماع إلى مطالبهم القيادة السياسية الكردستانية أدركت هذه الحقيقة وأعطت الأولوية للإعلام لتظهر للعالم حقيقة الظلم والغبن الذي ألحقته الأنظمة السابقة على الكردستانيين ففي عام 1968 أسس الحزب الديمقراطي الكردستاني إذاعة صوت كردستان العراق التي أصبحت جسرا للتواصل بين الثوار والجماهير وبعد انتفاضة عام 1991 وتحرير كردستان من السلطة الدكتاتورية شهدت كردستان طفرة نوعية في المجال الإعلامي إذ تم تأسيس العديد من المحطات الأرضية التي كانت تبث برامجها في معظم مدن كردستان بإمكانيات بسيطة وبعد ظهور القنوات الفضائية المرئية بات للإعلام دور أهم سواء على الصعيد المحلي أم الخارجي وتحولت إلى وسائل أساسية لإيصال الرسائل السياسية إلى الجهات الخارجية في السابع عشر من كانون الثاني عام 1999 أنشأ الديمقراطي الكردستاني فضائية كردستان لتصبح أول قناة فضائية في العراق ناطقة باللغة الكردية وفي الثالث عشر من حزيران عام 2005 وبعد تهيئة جميع الظروف والمستزمات وجه الرئيس مسعود بارزاني بتأسيس فضائية زاكروس لكي تحمل بين طيات برامجها برفقة فضائية كردستان الخطاب الوطني الموجه للداخل والخارج مع تأسيس زاكروس تم تشكيل لجنة خاصة من ذوي الخبرة الإعلامية والفنية لإدارة القناة واستطاع الكادر الفني والتقني للقناة من تقديم العديد من البرامج الفنية والثقافية والرياضية إلى جانب مجموعة من البرامج الحوارية ذات النهج السياسي بما يهم المجتمع العراقي بصورة عامة وخلال فترة قياسية نجحت فضائية زاكروس في الانتشار وأصبحت في طليعة الوسائل الإعلامية التي يتابعها مختلف شرائح المجتمع العراقي سيما بعد أن خصصت القناة فترة من بثها باللغة العربية من خلال برنامج التأخي عام 2017 انضمت فضائية زاكروس إلى قناة فضائية كردستان لتشكل معا مؤسسة كردستان الفضائية وتم تكديف الإعلامي كاروان أكري لإدارة المؤسسة وليبدأ في 11 من أذار عام 2018 عهد جديد للإعلام الكردستاني عبر مخاطبة المشاهد العراقي عامة والعربي على وجه الخصوص بلغته بعد ذلك تم تكديف الإعلامي نينوس نمرود داود للإشراف على مؤسسة كردستان الفضائية ولترتدي زاكروس الفضائية حلة جديدة من البرامج عبر مكاتبها في العاصمة بغداد ومختلف المدن تناولت الشأن العراقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية إلى جانب المجال الرياضي حيث قامت بتقطية بطولة كأس الخليج بكرة القدم على أكمل وجه مكرسة بذلك قيما إعلامية عليا في المهنية لتتميز وتنفرد في حياديتها سياسية وحرصها على المصطحة العامة للعراق لعراق فدرالي موحد